بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين الرضا بقضاء الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إن الرضا هو ترك الاعتراض والسخط على قضاء الله وقدره وهو متعلق بحب الله تبارك وتعالى فإذا حصلت المحبة حصل الرضا كون المحب يعلم أن الله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم فقال لهم ما أنتم فقالوا مؤمنون فقال ما علامة إيمانكم قالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء فقال صلى الله عليه وآله مؤمنون ورب الكعبة وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه ومما يساعد على الرضا بقضاء الله وقدره العلم والمعرفة فالإنسان إذا يعلم أن الله تعالى عادل حكيم ولا يقدر لعبده إلا ما هو خير له لا يسخط على أمر الله عز وجل لذا نرى الجاهل بقدرة الله وعظمته وحكمته يغضب ويسخط لأمر الله فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل في كل أموره فلا يرد القضاء إلا الدعاء ولكن إذا نزل البلاء على الإنسان عليه أن يرضى بما قسم الله له وما نعيشه اليوم في هذا العاصر من غيبة لولي نعمتنا الإمام صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه ما هو إلا أحد مصاديق حكمة الله عز وجل فعلى المؤمنين أن يصبروا على قضاء الله وحكمته وأن لا يبتل البعض بالقنوط والإياس وعلى المؤمنين انتظار الإمام عز وجل الله تعالى فرجه والعمل بالورع والصابر والإكثار من الدعاء لتعجيل ظهوره المبارك فقد ورد عنه إنا غير مهملين لمرعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلستهم لنفسك ودينك كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة